السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد هنعمل مع بعض طعمها طحفة جدا انا متأكدة انها ستنال اعجابك الحشوة بجد روعة جدا تريد تحضيرها سهلة و بسيطة و طعمها مميز جدا و كمان هتقدر يتحضريها في وقت قليل و طعمها يبقى حاجة مختلفة اتمنى الفيديو ينال اعجابكم لا تبخلوش علي بلايك و باشتراك و بشير للفيديو و لا تنسوش تفعلو ازرار الجرس حتى يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة و يلا اقولك ازاي هنحضرها دلوقتي مع معدير طريقة التحضير بسم الله الرحمن الرحيم كبايتين من اديهم عليهم رشوة من الملح الدي الأبيض العادي هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الخميرة و معلقتين صغيرين من السكر و معلقتين كبار من الزيت وبعد كده هنعجب بمية دافية هنضيف المية الدافية بشكل تدريجي شوية بشوية لغاية ما تتجمع عندنا عجينة هنبتزي ان احنا نمزجهم زي ما انت شايفة كده شوية بشوية و نمزج المكونات مع بعضها لغاية ما نحصل على عجينة متماسكة لما عجينة كده تمسك في بعضها كده و تبقى كويسة هناخدها و ننزل بها على مفرش العجن او على الرخيمة و هنضيف شوية دي جنبنا كده و هنبتزي ان احنا نعجنها في بعضها كده حوالي 5 دقيق و ممكن كمان نقدر نحنا نعملها في العجين مفيش مشكلة خالص حسب المتوفر عندك خلص كده عجنتها حوالي 5 دقيق هغطيها و هسيبها تخمر قبل بقى ما تخمر معي نروح نحضر الحشو بتاعنا انا اشتغلت الحشو على نص كيلو من اللحمة المفرومة بس طبعا مش هستخدمها كلها واستخدمت حوالي 300 جرام من البصل هضربه دلوقتي مع بعضه نضرب البصل كده عايزة يبقى رفيع خالص هيدربه في الكبه او في اي حاجة متاحة عندنا مفيش مشكلة خالص اما حاجة زي ما قلتلك عايزة رفيع خالص خلص كده انا بقى مش عايزة بقى البصل كله يعني انا عايزة التفل بتاع البصل يعني نعصره كده شوية واحنا بنشيله يعني نعصره من المية اللي موجودة فيه نصفي المية منه بالشكل ده و نستخدم التفل بتاع البصل بس المكونات كلها عسبالك في صندوق الوصف اسفل الفيديو في نفس بقى الكبه هقطع كده 3 فلفلات خضر كبار ودربتهم برضه في نفس الكبه هنحط بقى التوابل بابريكا وملح وفلفل اسود وبهرة لحم هنمزج المكونات دي مع بعضها كويس جدا بالشكل اللي انتي شايفه وخلص كده بقى الجهزة عندنا نروح بقى لعاجينة نشوفها اختمرت ولا لسه اختمرت معيه هي و بقت زي الفول وكمان الضعف حجمها بالشكل اللي انتي شايفه هننزل بيها على المفرش وهنبتدي نقسمها لكوهر كوهر كده الحجم اللي احبين ان نحن نستخدمه هنكورهم كلهم بالشكل ده نحاول نخلي يعني احجمهم قد بعضها بعد كده هنجيب صانية ونديها دهنة من الزيت او هنحط عليها ولا هنزل اي حاجة متوفرة عندك وهنبتدي نستخدم الكتع دي بالشكل ده هنبتدي نستخدم الكتع دي بالشكل ده كل الكور اللي عملناها هنبتتها بالشكل ده وننصوهم على صانية جنب بعضه وهنجيب الحشب اللي احنا حضرناه طبعا الحشب ده ناية مش مستوي يعني اللحم المفروض اللي احنا حطناه دي ناية بس هم هيستوي مع بعض مافيش مشكلة هي اصلا يعني عايز اقولك انها بتستوي بسرعة جدا جول مغبو زيت خلاص كده هنبتدي بقى ان احنا نكورهم هنقفل عليهم بالشكل ده ونبطتهم لو انت بقى حبه انها تبقى سميكة عادي لو حبه انها يعني متبقاش سميكة قوي هنبطتها زي ما انا بعملها كده هندوس عليها ونبطتها بستخدم بس دي كده ببلي ايدي من الدقيق او ببضر ايدي علشان الفطاير دي ما تلزقش معي وابتدي ان انا اعملهم بالشكل ده خلاص كده جاهزين عندي هسيبهم الاول 10 دقايق وبعدين ادنهم بصفار بيضة ومعيها شوية من الحليب ورشة من الاسكافي ودخلهم فورن سابق التسخينة على درجة 180 في الرف الأوسط وهنا خلاص بقى جاهزين معي وبعدها الشكل النهائي ليهم لزاس جدا طعمهم طحفة وزي ما قلتلك الحشو كمان بيستوي كويس قوي معيها وما بياخدوش وقت في التسوية كمان حوالي ربع ساعة وبيبقوا تمام افتح لك واحدة واريكي شكلها من جوة كم استوية ونزيزة فيش اروع من كده اتمنى الفيديو كنا الاعجابكم ما تبخلوش علي بلايك واشتراك وبشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته